بسم الله سوف نرى المشاكل الموجودة هنا تقدر تعمل سيرش تقوله ان انا عايز المشاكل اللي متحلتش ناجب لكل المشاكل انا عايز المشاكل اللي متحلتش انا عايز افلتر بي الاميرت اشيو اللي اتعملت من خلالي الحاجة الخاصة بالارتكت ممكن اعمل سيرش برقم اي دي معين الديسكريبشن بالكمباني اختار اسم الشركة اللي انا عايز اشوف المشاكل اللي منها اللوكيشن كده هتفطر نفس الحاجة الخاصة بالفلور 2 او 3 زي ما انت عايز كده هيدور في الفلور 2 و 3 و 4 الديسكريبشن اللي ممكن تشوف من الترخيه من الترخيه من الترخيه من الستيتس كل دي حاجات تساعدني ان انا اعمل فلتره عشان اشوف ايه الاشيوز الموجوده ممكن اقول له انا عايز اضيف اشيو فبيقول لي دي نوع ايه تب اختارون قايمة طب الاي دي بتاعها لازم تديها اي دي ولازم تديها ديسكريبشن و الروت يوز و الكمبني طبعا لما بعمل هالحاجات دي بيبقى سهل جدا ان انا اعصر على المشاكل بعد كده الستيتس اوبين التاريخ اللوكيشن التاج بعد ما بدخل كل المعلومات دي بعمل التاشمينت دي ملف او لينك او كاميرا اقدر اعمل امبورت لأي مشكلة موجودة بس لازم تكون جدول الالكسيل وياخد نفس الصيغة فبعمل دون لود للملف دوت وببدأ اكتب الحاجات انا لازم تكون اول خانة في ال اي دي تاني خانة في التسكريبشن دات خانة في الشركة و هكذا طيب لو انا عايز اعمل حاجة شكل معين او كده فهاجي هنا في البروجكت ادمن الاقي هنا الاشيوز تقدر من هنا تعمل تمبليت لاشيوز جديدة او تعمل نوع جديد من الاشيوز يعني هسمي ده مثلا اس اس اقول له اد فابدأ اضاف لدون الحاجات اللي انا محتاجها و دي الستاندرد الحاجات الاساسية بتاعتنا ده custom properties تقدر تضيف اي واحدة فيهم الroodqs تقدر بردو تضيف الركان بتاعتها template تقدر تقول له انا عايز اعمل group وتحملها من على النت مثلا drywall تقدر تقول له انا عايز اضيف template تمبليت ايو لك ادي له الاسكريبشن بتاعه الكمباني تبع انا company الاسبكس الاسبكس و هكذا و تقول له add issue template تقدر تستخدمه بعد كده ايزهر معك هنا تقدر تختاره من المقامة هنا